اشتركوا في القناة أحييكم بتحية الإسلام فأقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الأخوة والمحبة والإخاء والترابط والتآذر كلها كلمات وحروف ومفردات ما دحها الإسلام ورغب فيها دعان الإسلام إلى الأخوة رغبنا في الأخوة حبب إلينا الأخوة دعان إلى الترابط وإلى الوحدة وإلى التآذر وإلى التآخي فيما بين أفراد الأمة الإسلامية فهذه الأخوة وهذه الوحدة وهذا التآذر وهذا الترابط نعمة الإلهية نعمة من الله تبارك وتعالى أنعم بها البشرية لكن هذا التآخي قد نجده في غير المسلم الرحمة نجدها في غير المسلم التآذر والوحدة نجدها في غير المسلم لكن ما أحلاها وما أجملها وما أطيبها أن نرى هذه الوحدة وهذه الأخوة التي جعلها القرآن من مستلزمات الإيمان أقول وأعيد جعلها القرآن من مستلزمات الإيمان مزداقا لقول رب العزة إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون فما أحلى وما أجمل الأخوة والترابط الوحدة أن تكون في المسلم أن تكون في المؤمن أن تكون في الصالحين من عباد الله والأتقياء من خلق الله تبارك وتعالى فهذه الأخوة نعمة إلهية يقدفها الله عز وجل في قلوب الصالحين من عباده والأصفياء من أوليائه والأتقياء من خلقه علش قلنا أن الأخوة نجدها في غير المسلم ونجدها في المسلم وما أحلاها أن تكون في المسلم لأنه إذا كانت في المسلم فإنه مأجور عنها مأجور عليها الإنسان عندما يحب أخاه في الله عندما يتآخ مع أخيه المسلم أو مع إخوته المسلمين عندما تظهر مظاهر الوحدة والترابط والتأذر بين الجيران بين الأصحاب بين الأحباب بين المجتمع الواحد في البلد الواحد هذه الناس تدي عليها الأجر تدي عليها ماذا؟ تدي عليها الأجر مزداقا لقول الله عز وجل لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم إنه عزيز حكيم فلذلك الأخوة في الله هي جنة الله في أرضه جنة جنة الله في أرضه عندما نعيش بسلام نعيش في إخاء نعيش في وحده نعيش في ترابط لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه حتى يكون المؤمن مرأة أخيه المؤمن ما أحلى وأجمل فهي جنة الله في أرضه المحبة الله عز وجل قدفها في قلوب الصالحين وجعلها جنة وجعل الله جنته هاته الأخوة في أرضه بل هي ذلكم الرباط الاجتماعي الذي لا يمثله رباط رباط اجتماعي لا يمثله رباط قد يكون الرباط في الجيران قد يكون الرباط في الأسرة الأب والأم والأولاد قد يكون الرباط في العمل قد يكون الرباط في المسجد لكن ما أحله وأجمله أن يكون في المسجد وأن يكون في الجيرة وأن يكون في الأسرة وينكون فيه ماذا أن تكون فيه المحبة أن تكون فيه الأخوة أن تكون فيه الوحدة أن تكون فيه التآز وأن يكون فيه الترابط فالإسلام النبي صلى الله عليه وسلم عندما هاجر من مكة إلى المدينة أول شيء أسسه بناء المسجد لأن المسجد هو دور الحضارة ودور البناء ودور العبادة ودور الاجتماع ودور السياسة ودور ودور يعني اختلفت وظائف هذا المسجد لذلك من أول الأساسيات والأمور واللبنات التي أسسها النبي صلى الله عليه وسلم عندما هاجر إلى المدينة المنورة أنه بنى مسجده صلى الله عليه وسلم ثم آخ بين المهاجرين وبين الأنصار هناك جمع من الناس هاجر من مكة من أم القرى من مكة هاجر إلى المدينة فهم دخلاء على أهل المدينة فلابد أن تكون ما كشهدك العقلية ما كشهدك نعرة الجاهلية أدعوى الجاهلية وأن بين أظهركم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا أنصاري وهذا مهاجري لا لا بد من مؤاخات فأوجب عليهم أن كل واحد من المهاجرين يؤاخي أحد من الأنصار باش تكون بينهم الرابطة وقبل ما يتشرع الميرات كان كل واحد من الصحابة يارث الآخر إذا توفي لكي تكون الرابطة تكون الرابطة الأخوية والقرآن يقول واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء الناس كانت قبل الإسلام أعداء قبيرة الأوس والخزرج قبائل بني بكر مع بني ثغلب وغيرها من القبائل العربية التي كانت فيها نعرة الجاهلية ونعرة الحروب حرب قامت على ناقة اسمها على ناقة البسوس دامت أكثر من ربعين سنة شوف العقلية كيفاش كانت لكن جاء الإسلام هناك الآن عدو يريد أن يضرب الإسلام والمسلمين لا بد أن نترفع على هذه الدعوة على الجاهلية فلذلك آخ ووحد والقرآن جاء بصريح العبارات واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفى حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يهتدون هكذا قال ربنا عز وجل في كتابه العزيز ثم أمرهم بالدعوة إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولتكون أمر ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر وينهون عن المنكر ولا تكون كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم فلذلك الوحدة والترابط وليستمساك الاعتصام بحبل الله عز وجل والاعتصام بالقرآن الكريم وبالسنة النبوية الشريفة هذا يؤدي إلى الدعوة إلى الخير لأن الناس ريمت وحدة تدعو إلى الخير تدعو إلى الخير وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر أما إن لم تكن موحدة وما يكنش فيها الأخوة وما يكنش فيها المحبة هل تستطيع الدعوة إلى الخير كما هو واقع اليوم في زماننا كل واحد يقول أنا وبعد طوفان لكن هذا الأمر وهذا التفرق اللي نعيش فيه دار فينا التعطيل تعطيل أخرنا وعطلنا عن ماذا عن مهمة نبيلة وهي مفروضة وهي مهمة الدعوة إلى الله عز وجل والدعوة لا تستطيع أن تكون بدون وحدة وبدون أخوة والدعوة لا تستطيع أن تكون بدون أمر بالمعروف والنهي عن المنكر والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا بد أن نتوحد من أجله أن نتوحد من أجله لذلك قال الله تبارك وتعالى وألف بين قلوبهم لما منفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم ما زال حديثنا يتواصل على الوحدة وعلى الأخوة نتطرق في عددنا المقبل إن شاء الله إن كان في العمور البقية إلى البعض من فضائل الأخوة في الله وثواب الأخوة عند الله جل جلاله عز وجل سائلين العز وجل أن يرزقنا وإياكم حسن الأخوة اللهم ألف على الخير قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا اللهم سبل السلام اجعلنا اللهم هاديين مهديين غير ضالين ولا مضلين غير مبدلين ولا مغيرين اللهم اهدنا واهدبنا واجعلنا سببا لمن اهتدى نسألك العافية في الجسد والإصلاح في الولد والأمن في البلد إنك ولي ذلك والقادر عليه وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يتجددوا اللقاء استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته